قبل ما تجون التركية أنصحكم نصيحتين أول نصيحة حاولوا صرفون العملة دولتكم ثاني نصيحة حاولوا تحصلون على حجز فندقي مسبق السلام عليكم شوانكم أصدقائي أي واحد من يجي تركيا ويوصل مطار إسطنبول رح يسأل لي وين يتجه شوان يوصل للفندق إن شاء الله في هاي الحلقة رح أتكلم عن كل التفاصيل من لحظة دخولكم للمطار اللي حين وصولكم إلى الفندق نوية تجون التركية واخدتوا الفيزو وحجزتوا أول شي عندي لكم نصيحتين نصيحة الأولى حالوا تصرفون عملة اللي يرى بدولتكم لأن سعر الصرف اللي يرى داخل مطار إسطنبول رح يكون أغلى من سعر الصرف رح تصرفوا بدولتكم وإذا كان وقت ضيق وما لحكتوا مشكلة ممكن نصرفون داخل المطار مئة دولار أو مئتين دولار ومن تصرفوا بالسامل الفندق ثانية ممكن أكو مكاتب تصريف هواية ممكن نصرفوا من عندهم نصيحة الثانية حاولوا تحصنون على حجز فندقي مسبق قبل ما تجون هوتياز وهاي رح كتبكم إياها أسفل صندوق الوصف رح تلقوها أجنت التركيا بالسلامة وصلت للمطار إسطنبول مطار بالتركي هوا ليمانه هوا ليمانه طبعاً أنا هنا أتحدث عن مطار إسطنبول فقط أكو مطار أنقرة ومطار أنطاليا ومطار سامسون بس أنا حالياً بس أتحدث عن مطار إسطنبول بعد ما ختمتوا جوازكم وتتجهون إلى صلاة إسلام الحقائب الحلو رح تلقون لافتات رشادية باللغة التركية واللغة الإنجليزية رح تلاحظون أكو موظفين لابسين قمصان زي موحد مكتوب عليها أسك مي ممكن سألوهم أي سؤال يختلف غالكم رح تلاحظون داخل المطار أكو مكاتب سيرفر باللغة التركية دوفيز باللغة الإنجليزية إكسجينج تقدرون صرفون من أدهر رح تلاحظون أكو مكاتب حجز فنادق شركات سفر سياحة وأكو مزيد الصلاة وكافتريات وأكو دانشما باللغة التركية يعني استعلامات ومكتوب باللغة الإنجليزية ممكن سألوهم أكو موظفين يتحدثون اللغة الإنجليزية وموجود داخل المطار فروع البنوقة التركية مثل بق الزراعات والكويت التركي وبقية المصالف الأخرى اتجهت صالة السلام الحقائب أكو لافتة مكتوب عليها ليه فوق رح تلقون باللغة التركية بقاج ألن وباللغة الإنجليزية بقاج الكليم يعني صالة السلام الحقائب وصلت للصالة رح تلاحظون أكو الشاشة هاي الشاشة مثبت بيها جميع الرحلات مثبت بيها جميع الرحلات القادمة إلى إسطنبول وأمام كل رحلة رقم الشاريط اللي توصل عليه أمتعاتكم يعني تبعوا مقابل كل رحلة أكو الشاريط وشوفوا رحلتكم جيدة رقمها قدامها الشاريط حتى تروحون تستنمع حقائبكم من قدها وصلتوا للصالة أكو قطعة مكتوب عليها رح تتبهون عليها Lost and Found يعني مكان استلام الحقائب المفقودة إذا أوي واحد حقيقة مفقودة يقدر يجي هناك استلمت الحقائب قرب مكان استلام الحقائب رح تلاحظون أكو عربات حتى تخلون بيها الحقائب أكو جهاز هذا جهاز ب ثلاثة اختيارات وسائل الدفع الاختيار الأول أما عن طريق Credit Card يعني Visa Card أو Master Card ها إذا أعدكم ثاني اختيار عن طريق عملة نقدية معدنية ثلاثة اختيار عن طريق عملة ورقية نقدية قيمة أجرة العربة خمس ليرات طبعا هي خدمة مجانية رح تقولون شنون هاي تعتبر أمانات من تخلون المكان تختارون بيه سواء بالعملة النقدية أو عملة ورقية تنزلكم في شيء هاي مهم يحتفظوا بيها رح تنكتب لكم باللغة التركية بغاج عربة نزل الله نزل اخذوا العربة اخذوا في شيء لا تنسون وقبل ما تطرعون من باب الخروج رح تلقوا نفس العربات والجهازها موجود تخلون في شيء بمكان مكتوب عليه باللغة التركية كيو آر في شيء تايرنجا وكوتون يعني خلوه داخل جوء بالجهاز سووها مساح ضوئي رح ترجع لكم النقود بالنسبة لشركات اتصالات او كتل شركات داخل المطار هي شركة تركسيا ترك تريكم فودافون واكم موجودة شريحة اتصال ممكن تشترون من ادهم من داخل المطار بس اني ما افضل بصراحة لان نوعا ما هتكون غالية بالاضافة انه ما عدكم خيار ما عدكم اختيارات الارقام اختيارات محددة بينهم تقولون تستطيعون لمكز المدينة براحتكم تقولون تختارون الارقام المناسبة اكو عدة خيارات تقولون اكو مفاضلة اختارون اي رقم يعجبكم هتكون خيارات واسعة يعني احسن تقولون زيناني شوان اريد اتصل موجودة خدمة واي فاي مجانية ساعة واحدة ممكن تستغلوها وتستعملوها ساعة واحدة قبل ما تصنو باب الخروج قد تكون خيارين اما تطعون من باب مباشرة وتصنو سياة الاجرة طبعا هذا الاختيار الان ما فضله لان نوعا ما حيكون السواق مع الاسف يستغلون الاجانب يطلبون اجرة عالية يعني ضعف اذا مو اكثر وبعد هذا قرار لكم انتو عائد لكم براحتكم الاختيار الثاني لح تلاحظونكم مساعد قربة بالخروج مرسوم عليها باص هفايست على المسعد على شكل باص كبير هفايست هذا الباص يوديكم لكل مناطق اسطنبول طبعا هي باصات هواية شوان تصلوا لها تصعدوا بالمسعد تصعدوا باب الخروج لمواد يعيب الباصات رح نشوف الباصات موجودة وكل باص علي رقم كل رقم علي وجهة الباص اي مطق يتوجه لها او كل شاشة كل مسار الباصات لحظة وصولها بعد 4 دقائق بعد 5 دقائق كل المناطق تظهر على الشاشة زين شون رح دفعون التكت بسيطة اكو اجهزة عدد اجهزة موجودة قبار الباصات مكتوب عليها اسطنبول كارت باللغة التركية نحن نسميه كارت اسطنبول اسطنبول كارت هذا كارت مهم جدا مو بس هذا الباص هذا يستخدم في كل وساط النقل في داخل اسطنبول حسرا فقط اسطنبول سواء بالباصات او مترو او ترامفاي او العبارات وحتى مراكز التسوق شون تحصنوه على هذا الكارت تروحون للجهاز اكو ازرار عاليمين زر الثالث عاليمين مكتوب اسطنبول كارت يمن ستة ليرة هاي سعر الكارت ضغطه علي اذا توافقون على هاي العملية اول زر مكتوب توافقون على العملية اضغطو على اول زر وفوق كل مكينة رح تلاحظون تفاصيل كل الباصات وكل مناطق والاسعار مالتا كل الباص سعر المنطقة اللي وصل لها يعني 18-20 ليرة 25-30 تختلف هي تقسيم او كو السلطان احمد بندك كاديكوي هاي مناطق زينت انتو زين سعب بيتو وخليتو رصيد اتكم اللي تذكرون ستة ليرة سعر الكارت 14 لنا رصيد زين مثلا طلعت 20 ليرة مثلا اتكم احد المناطق 20 ليرة اتكم رصيد 14 ليرة تروح للمكين امارة ثانية هم نفس العملية اكو ازرار على يمين ضغطوا الزر الثاني على يمين مكتوب اسطنبول كارت يوكلة يعني اضافت رصيد كارت اضغطوا على الزر الثاني طلع لكم مكان ضعوا بيه النقود 10 عشرين براحتكم وراح يساعدكم رصيد يطلع على الزر الاول مثل العملية السابقة موافق اضغط على الزر الاول طبعا نسيت من ملاحظة من ناحية الضغطون اول ما تشترون الكارت ينزلكم بالاسفل الكارت هسا تتجون للباسات حسب المنطقة التي دوها تروحولها مثل ما قلت لكم اكو رصيف كل رصيف بباس حسب المنطقة التي دوها تروحولها نقسم كل الباس الى رقم معين حسب الارصفة الساقة حلسق على حقائبكم اوراق لاصقة رح يطيكم وصل هذا وصل احتفظوا به لان مهم جدا من تصلون للمحطة تطول الوصل يطيكم الحقائب مالتكم يصعدون للباس اكو مكينة صغيرة وعليها شاشة تخلون الكارت على الشاشة ودفعون اجرة الباس من رح تجلسون بالباس رح تلاحظون اكو شاشة كبيرة هيتبين مسار الرحلة هسا باي محطة انتو وان حتصلون وان وصلتو كلش حلو يعني يراويكم الطريق كله وانا وصلتو للمحطة تطلون الوصل للسايق تستلمون حقابكم وبعدين توصلون للفندق اللي حجزتو عليه سواء حجز مسبق او حجز داخل المطار حجزتو وراء ما وصلتو لسا للفندق اترككم ترتاحون وترخصاني وان شاء الله باللحقات القادمة رح أكمل اذا عجبكم الفيديو لا تنسون ضغطوا اللايك تشتركوا بالقناة وتفعلون دونس التنبيهات حتى يصلكم كل جديد تحياتي اشتركوا في القناة